بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين رام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطعا متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخير سنوان وغير سنوان يسقى بملاء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجم قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأخلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيط الأرحام وما تزدهاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل والنهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له بعقبات من بئي يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سرؤا فما مرد له وما لهم من دونه من وهال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشح السحامة الفقران ويسبح الرعب بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصق كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصق كفيه إلى الماء ليبنو غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض كن الله قل أفد خذت من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضررا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه ففشابها الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أولية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راميا ومما يوقنون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع سبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزمن فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكف في الأرض كذلك يضرب الله الأنفال للذين استجابوا لربهم الحصنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم صروق الحساب ومأوى لهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين ينفعون بعيد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن ينصل ويخشون ربهم أن ينصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نية ويدرعون بالحسن بالسيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعض نفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سرؤ الدار الله يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفلحه من الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحصن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متناب ولو أن قرآن صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا وأن لو يشاء الله لا لن ناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله إن الله لا يخلف الميعان ولقد استهزئ برسل من قبلك فأميت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسمت واجعلوا لله شركاء أقل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السليل ومن يضلم الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق بثل الجنة التي وعد المتقون تجريب تحتها الأنهار أكلها دائن وظلها تلك عقب الذين اتقوا تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النمار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحساب من ينكر بعضه قل إنما لا أبرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه متناب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهوام بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا ولاق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عندهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن ما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكمنا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم